حابة بتدي الحلقة النهاردة ببنت كده كده بتحكي موقف بتقولي يعني إن هي من أسرة بسيطة وعلى أداها يعني بس هي قعدت تحوش عشان كان فيه فرح واحدة صاحبتها فقعدت تحوش عشان تجي في فستان حلو يعني يلق بيها تروح بي الفرح داي وهي ببنت دي كانت في الجامعة يعني فبتقول يعني حوشت مبلغ كويس وهي كمان كان بتشتغل حاجات كده صغيرة بتعملها في البيت بتبيعها بتجيب لها فلوس كده وهي كانت مصررة إن لما تروح فرح صاحبتها تبقى يعني آخر شيئك وبتقول أنا يعني كان الفكرة إن أنا أجر فستان فبعدين لقيت الإجارات غالية بألافات فليت محل كان عامل أوكازيون كده حلو بتاعه فرح تشترت منه فستان تمام راح تشترت منه فستان جديد والفستان فيه عارفين التيكت ده اللي بيبقى عليه اسم الشركة يعني فكان محطوط يعني كده حاجة كده بشكل ظريف المفروض إن قبل ما تلبس الفستان بتشيل التيكت ده أو تشيل العلامة التجارية اللي هي على البتاع ده بس هيكت أول مرة لحياة تشتري فستان يعني هي اعتادت لما يبقى فيه فرح مهمة أول بتاع ممكن تأجر ممكن تستلف من واحدة هي بتحكي دول كده يعني ممكن تستلف من واحدة صاحبتها فستان لكن يبدو إن صاحبتها دي كتغلي عليها جدا فقررت إن هي تشتري الفستان وبعدين راحت الكوفير زي بقية البنات وزبطت كده يعني شعرها وتمام التمام والميكاب وكل حاجة زي الفل وراحت لبسة الفستان بس هي ما شالتش العلامة التجارية أو التيكت أو يعني اللي بيبقى على الفستان ده هي ما شالتوش الحقيقة مش عشان نسيت يعشان ما تعرفش لقيت إنه شكله حلو لأنه كان معمول كده بشكل لطيف يعني فهي ما شالتوش عشان كده يعني فالموقع لما راحت الفرح فقبلتها يعني الناس بيسلموا عليها وكل حاجة بتاعه وراحت وحدة مسكتها بقى تريقة حلوة قوي العلامة دي مش عارف إيه والتيكت ده جميل وشكله حلو بتاعه واللي حوالها كلهم يضحكوا وهي برضو مش فاهمة هم بيتحكوا ليه وإيه اللي يضحك يعني في الموضوع مش فاهمة برضو يعني إيه القصة يعني فبعدين هي ابتدت تقولهم آه ومش عارف إيه وبتاعه يعني بتدت تجاريهم بس هي برضو حاسة أن في حاجة غلط طب أنا شكل في حاجة غلط طب أنا لبسي فيه مشكلة طب أنا يعني بتدت تشك في نفسها أن هي عندها مشكلة يعني فرحت واحدة كده مؤدبة منهم رحت خدتها على جنب ويتلا بس يا حبيبتي هو ده المفروض دي التيكت ده بيتشال عشان ده يعني يعني ده بس مجرد بس بيبقى حطينه في المحل لكن هو بيبقى فيه زي فتلة كده بما بتبقاش متبت عليها فبيتشال فهي يعني بتريع عليك يعني فهي بتقول إنه اليوم اللي أنا كنت مستنية بقالي شهور فرح صاحبتي كان أسوأ أيام حياتي كلها فكرة النقد وفكرة التنمر فكرة التنمر بقى مش فكرة النقد ده اللي خليني عايزة أسأل النهاردة أو يعني تشاركوني كده على صفحتنا على الفيسبوك سيتي بي إيجبت الفرق ما بين إن أنا أنقض شخص وإن أنا أتريع عليه أو إن أنا أتنمر عليه البنت بتقول إن هي قعدت نفسيتها تعبانة يجي سبوعين بعد الموضوع ده وكرهت الفستان يعني هي مش بس قالت الفستان خلاص أبقى شيل منه البتاع وألبسه في يوم تاني هي كرهة الفستان وكرهة الفرح وكرهة اليوم اللي رحت فيه المكان ده إمتى أنقض وإزاي أنقض ده أعتقد ده موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه إن أنا بشوف بصراحة إن بيتأسهل حاجة عندنا خالص إن إحنا نتريع على بعض سواء على السوشيال ميديا على صفحتنا أو في الواقع اللي إحنا بنعيشه أو طفل صغير بيتأل عسن في الكلام بدأ أروح منتريع عليه وكل شوية واحد أو واحد عنده حرف السين مقصور كل شوية أقعد بقى التريع عليه وأقول حرف السين والسهو بتاعدي ده صراحة كده هل إحنا ممكن نستخدم بعض كآداء للضحك يعني إن إحنا نتريع على بعض فأنا خلاص يبقى لوضي الضريفة بدم خفيف اللي بدحك الناس اللي حوالي ولا كمان فكرة الوقت يعني إزاي أختار الوقت والطريقة إن أنا أتكلم فيها لو أنا بنقض في حاجة إيجابية عايز أقولك الحاجة دي ما تعملهاش عشان كذا فاخدك على جنب فما حرجكش قدام الناس أقولك بطريقة لطيفة وبطريقة محترمة وبطريقة مؤدبة ليه إحنا مفتقدين الحاجات دي ليه أسهل حاجة عندنا إن إحنا نجي رحم شاعر اللي قدامنا ليه أسهل حاجة عندنا بقيت إن إحنا نجرح في بعض ليه بقيت أسهل حاجة عندنا إن إحنا نتنمر على بعض ونستخدم بعض كأداة للضحك الفرق بما بين إن أنا أنقض وإن أنا أتنمر ده سؤالنا النهاردة وياريت تجاوبونا وياريت أحب أسمع رأي حضراتكم ورأيكم إيه كمان في القصة اللي أنا قلتها دي وفكرة قلة الزوء يعني فكرة إن أنت لما تلاقي حد مش فاهم أنت عارفين أوقات ممكن فيه ناس كتيرة جدا على فكرة معظم الشعب المصري 80 في المهم الشعب المصري ما بيأكلش بالشوكة والسكينة على فكرة بمختلف فئاته يعني بغض النظر عن هو معه فلوس أو مش معه فلوس يعني الموضوع مش مرتبط بالماديات خالص فاهميني زي فلما ممكن يتعزم في فندق أو يتعزم في مكان أو يتعزم في فرح ولا حاجة ممكن يتلغبط ما بين الشوكة والسكينة إيه اللي بتمسك في الشمال وإيه اللي بتمسك في اليمين هي البتاع الفوطة اللي حطنا في الكوباي دي حطناها ليه كده ودي بيتعامل بيها إيه ودي ما بيتعملش بيها إيه أوقات بنتلغبط يعني فيجي حد ممكن ببساطة كده يقول له على فكرة إن الشوكة تتمسك بالشمال مش باليمين والسكينة في اليمين بالراحة خالص وممكن واحد إيه يا عم وأنت أول مرة تشوف شوكة ما عندكوش شوكة يعني ببيتكو هو دي عم مش عارف تاكلها الزاي دي مش عارفة ونقعد نبالغ جدا 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 وكأننا كلنا يعني مولودين بالشوكة والسكينة دي معانا في جبنة ففكرة الطريقة على حاجة أنا ما عرفهاش ليه إحنا بنعمل كده أو تتفكر بعض الأشخاص ليه بيعملوا كده وليه ما بيحسوش بالقدامهم إنه فعلا ممكن يكون هيتحرج أو إنه فعلا مش فاهم وعادي جدا على فكرة إنه إحنا نبقى مش فاهمين أو متلغبطين يعني إحنا حتى ثقافتنا مش مبنية على فيه حاجات مش مبنية عليها خالص يعني فكرة الإتيكيت والحاجات دي وده بيتعمل إزاي وده ما بتعملش إزاي ما بنعرفهاش ما بنعرفهاش